إعفاء ضريبي لأصحاب الشركات غير المصرحة لدى المصالح الجبائية طيلة السنوات الماضية هو الإجراء الجديد الذي تضمنته المادة 114 من مشروع قانون المالكية 2022 والشرط هو تقدمهم طواعية إلى إدارة ضرائب قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022 كصراعية الحلويات، صناعة المنتوجات الغذائية، صناعة الملابس كان هناك الكثير من نشاطات لهم خبيين، لهم فضلان، ولكن لدينا التخوف قلت لك، التخوف الأول هو التكساسون فوخفتر كل إنسان كان شخص معنوي أو طبيعي كان يتاجر من قبل 2022 ولم كان مصرح بالأعمال تحتاج المصالح الجبائية الدولة ستعطي له الإمكانية لكي تمسح له كل ديون اتجاه هذه المصالح الجبائية يقدروا مثلاً يدخلوا في السميسيون، يقدروا يتاجروا بأحسن طرق في المعاملات مع الفورنيسور، مع البانك هذه المصالحات الجبائية الطوعية تمنح هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين غير الشرعيين الفرصة للحصول على مسح كامل للديون السابقة من جراء تهربهم لسنوات من التعريف والتصريح بنشاطاتهم سيطة الضريبة أيضاً لأنه اليوم التهرب هذا ناجم على الخوف من الضرائب الكثيرة الموجودة في النظام الضريبي في الجزائر هذا ما يجعل من التساع هوة الغير مسرحين بالنشاط كالمتعامل الذي يصبح خارج الأطر ويحتاج إلى حماية اجتماعية يحتاج إلى تقطية اجتماعية يحتاج إلى تقاعد يحتاج لأن في الأخير يكون مسرح به رسمياً ويتكون لديه الحقوق الاجتماعية كلها كما هي الحقوق لدى العامل الاجتماعي العمومي يجب أن يدرسوا هذه المشكلة ليس لن نمسح لهم الضرائب ببارك لأنه يجب أن يكون جدولة أولاً يمكن أن يكون جدولة يجب أن يكون التخيط من المشكلة والجموعة التي يجب أن يكون الجذور وبنظرة اقتصادية هذه الخطوة وحدها غير كافية لاستقطاب هؤلاء المخالفين إذا ما اتبعته الحكومة بمراجعة شاملة ومعمقة لنسب الضرائب المفروضة بمختلف القطعات الأمر الذي فقم في عدد المنتسبين للأسواق الموازية وزاد من عدد المتهربين عاماً بعد عام